أسواق مغلقة وأرزاق سدت أبوابها أمام عائلات الموصل الفقيرة الذين تفاقمت معاناتهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا في نينوى معانات سكان الموصل تتواصل مع جائحة كورونا بعدما نالها من الدمار خلال السنوات الماضية ما نالها إبان الحرب ضد تنظيم داعش والتي دفعت المدينة خلالها من دماء أبنائها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمشردين ليتأكد على المدينة العريقة وصف المدينة المنكوبة حضر التجوال الذي فرضته السلطات الحكومية في الموصل لمواجهة تفشي جائحة كورونا فاقم المعاناة حول حياة الفقراء في المدينة إلى جحيم إذ أغلقت الأسواق والمحلات التجارية ولم يجد التجار والعمال بابا مفتوحا لطلب الرزق في ظل غياب الدور الحكومي في دعم تلك الشريحة المجتمعية المهمشة بالنسبة للإيجارات ومصرف البيت لديه صاحب عائلة طبعا إلا تأثر علينا هذا الوضع يعني ما يعني يريد شير شوية ممنوع التجولة يشيروها شوية صاحب العوائل هذه العوائل الخطيئة الفقيرة يعني قوتها يوم بيوم ما تريد تحصلها باليوم وعلى الرغم من أن كورونا وباء عالمي أصاب كل دول العالم إلا أن الحكومة في العراق أثبتت مجددا فشلها في مواجهته فتفش إلى حد تصدر العراق قائمة المتضررين منه عربيا وحين لجأت تلك الحكومة إلى الإجراءات الاحترازية فقد تركت الفقراء وحدهم في مواجهة ظروف مأساوية منع التجوال حيلة حيلة يأثر علينا نحن للدخل المحدود أنا عندي شمبر مات شاي هاي ثت يام نحن قعدنا بيها بطالين الله يشد دينة الفلوس لأن نحن ما عشتنا يوم بيومه منع التجوال حيلة حيلة يأثر علينا وأطلب من الحكومة تلغي المنع التجوال هي الموصل إذن رمز المأساة في العراق الجديد عراق تتعدد فيه صور المعاناة وتتلون في ظل حكومات أسسها الاحتلال الأمريكي ويديرها الإيراني بعيدا عن مصالح العراق وحلم أبنائه بمستقبل أفضل